الفنانة رويدة شاهين اليوم راح نتعرف عليها اكثر شلون كانت انطلاقتها ووين اشتغلت ليش كانت حزينة اثناء عرض مسلسل خان الذهب شلون اتعرضت للظلم وبوحدة من الفضائيات معاناتها وفقدانها القدرة على الكلام انا عمر الرياض وهذا الدكان حظركوا بالشاي وتعالى حشيلك رويدة شاهين هي اعلامية وفنانة عراقية من برج الدلو وهواي طلعت اشاعات على اصلها البعض قالوا انه هي اردنية بالاصل لكن من خلال تواصلوا اياها اكدت لي انه هي عراقية ابا عن جد من ناحية الام ومن ناحية الاب هي تعشق صوت الفنان التركي ابراهيم تاطلس وطفولتها كانت تقعد قدام الامراية وتمثل ومن طفولتها كبروا اياها حبوا التمثيل لكن اتأخرت انطلاقتها بالتمثيل بسبب دخولها بمجال الاعلام وانشغالها به رغم هي تستمتع اكثر بالتمثيل وتحس عالم وتغوص به هي عاشت بعمان ودرست بها فترة من حياتها وتنقلت بين الدول بمصر درست معهد اعلام ودرست معهد فنون ودرست تمثيل ايضا بمصر وبعدها عاشت بتركيا سنتين من عمرها رويدة شاهين مثلت ببداية مسيرتها الفنية بعدة اعمال كان من ضمنها مسلسل بدوي اسمه دموع القمر وايضا مسلسل عطالة بطالة وتقريبا سنة 2019 استقرت بالعراق بمدينة اربيل دخلت بمجال الاعلام وبعمر مبكر تقريبا 16 سنة بلشت وياقناة القيثارة وبعدها اغانينة وانتقلت للشرقية وبتعدت عن الشاشة فترة طويلة ورجعت مرة ثانية اشتغلت بقناة وانا نيوز وانتقلت القناة دجلة وقدمت برامج فنية وبرامج الصباح وحالة الطقص بعد ابتعادها عن الشاشة لقت صعوبة بالرجوع وبقت تقريبا سنتين تبحث عن فرصة مناسبة اترجعها للشاشة لكن دون جدوة وفي اشخاص بحياتها احبطوها وقلولها انتهى وقتك مستحيل ترجعين مرة ثانية لكن هذا الشي كان حافز لها ان تستمر وتبحث وترجع وتثبت لهم العكس ومن الاشياء اللي تحزب داخلها الفترة من الفترات اشتغلت مع قناة بتقديم البرامج والقناة نكرت اجورها وما سلموها راتب شهرين قطعت القناة اتصالها ويرويدة شاهين بدون سبب وبعد فترة دزوا عليها حتى تشتغل برنامج جديد اعتذروا منها وقلولها سبب التقصير القديم ما كان من يمنى سبب التقصير هو مدير البرامج ومدير البرامج القديم اصلا توفى اضطرت توافق لان كانت الفرص كلش قليلة لكن رجعت تعاني مرة ثانية ويا موضوع الاجور لان هي من الناس اللي تستحي تطلب اجورها عرفوها الناس اكثر واكثر بمسلسل خان الذهب بالصدفة راح تتشارك ببرنامج عائلتي تربح والكادر اللي كان موجود بالقناة كانوا يبحثون عن بنت اتناسبها شخصية حياة فاول ما دخلت رويدة للقناة قالوا هي هايا حياة رويدة شاهين بالبداية رفضت هذا العرض لان كان عندها التزام ويا قناة اخرى وايضا ويا شركة تسويق كانت خايفة من التجربة وعايشة حالة قلق خايفة ان الناس ما يتقبلوها بهذا العمل وخايفة ليكون كلام اللي احبطوها صحيح وانه هي فعلا راحت عليها الفرصة وما راح تنجح مرة ثانية وبعد تفكير طويل قررت تترك كلام الناس وتترك كل شيء باربيل وتتوجه البغداد تصور المسلسل اثناء تصوير المسلسل كانت نادرا ما تنام وتبقى تصور حوالي عشرين ساعة انتهت تصوير وانتهت تعب طلع المسلسل ونجحت رويدة بدورها وحبوها الناس لكن رويدة ما كانت فرحانة بالمسلسل وكانت محبطة لان بهاي الاثناء اتعرضت المشكلة صحية بالغدد اللعابية وصار صعب تقدر تحكي وهذا الموضوع دخلها بدوامة من التفكير والقلق لكن بعد كل هذا القلق والتفكير دخلت رويدة للمستشفى وخضعت العملية جراحية ونجحت العملية وتجاوزت هاي الازمة وهي اليوم مصرة ان تستمر بهذا العالم وان تنجح اكثر واكثر وتثبت لكل واحد حاول ان يحبطها انه هي قادرة تنجح هاي كانت بعض المحطات بحياة الفنانة والاعلامية رويدة شاهين واللي عندها معلومات اكثر ياريك يذكرها النا ونذكركم تابعونا على قناة سمراء الفضائية وذا كنت تشوفنا على الفيسبوك لا تنسى العجاب بالصفحة وذا كنت تشوفنا على اليوتيوب لا تنسى الاشتراك بالقناة وسمحونا نقفل الدكان ونشوفكم على خير اشتركوا في القناة